السناعية من تصنيع عدة نماذج لطائرات دون طيار ويتم قل التحكم فيها عن بعد باستعمالات في مجالات حساسة كالتصوير والمراقبة الأمنية قناة الزائر دخلت ورشة تصنيع هذه الطائرات بدون طيار وعادت بروبورتاج تالي هذه النماذج من الطائرات بدون طيار يتم لأول مرة تصنيعها في الجزائر طائرات تبرمج ويتم التحكم فيها عن بعد وهي مجهزة بأدوات تسمح لها بأداء المهام المطلوبة منها وقد تكون مزودة بأجهزة وكاميرات يمكن استخدامها في مراقبة الحدود أو التصوير عن بعد في الأماكن الوعرة وفوق المدن والحقول أو في المراقبة الأمنية هي طائرة بدون طيار تستعمل في المجالات المدنية والعسكرية خاصة في المجال العسكري تستعمل في مراقبة الحدود في مراقبة الطرقات نحن في رابع طائرة ذات جنح ثابت رابع طائرة ونحن في ثالث طائرة متعددة المحركات في هذه القاعدة يشرف تقنيون شباب على تصنيع عدة نماذج لطائرات بدون طيار موجهة إلى المصنعين الخواص راغبين في إنتاجها وتسويقها بشرط أن يتم ذلك برخصة خاصة وأن استراد هذا النوع من الطائرات لا يزال ممنوعا في الجزائر ليحب يدير التصنيع فمرحبا لذلك من خلالكم ديروا نداء إلى كل الخواص أو كل مؤسسة لقادرة في هذا الميدان نتقرب منها الآن هناك مشروع كبير نعمل فيه من أجل الرش المبيدات في أماكن صعبة في الفلاح هي طفرة في البحث العلمي والصناعة التكنولوجية في صناعة هذا النوع من الطائرات التي يمكن توظيفها في قطاعات جد حساسة تمكن البلاد من الاستغناء عن خدمات الشركة الأجنبية في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر